المفسد الرابع الطعام يا نها ربيض الأكل بيفسد القلب كسرة الأكل هيجي معنا دلوقتي أن الأكل ده زي الملح في الطعام لا ده الكلام عن النوم هيجي اللي بعد الطعام أن النوم زي الملح في الطعام إذا ما فيش نوم زي أكل من غير ملح ملوش طعام وإذا كتر النوم حادق يعلي الضغط يفسد الأكل لكن إحنا بنتكلم الوقتي في الطعام ولما قول الطعام يا جماعة النهاردة وأنا بذاكر الدرس ده لقيت إن سيدنا آدم خرج من الجنة بسبب لؤمة بسبب لؤمة بسبب الأكل بسبب شهوة البطن عشان كده من أخطر الآيات في القرآن وأنا قلت لك قبل كده كتير لازم تعمل ورقة كده كراسة تكتب فيها أخطر آية في القرآن لأن دي بتختلف من شخص لشخص ومن وقت الوقت ومن إحساس لإحساس قلت لكم لما ييجي قلت لكم لما ييجي العلماء يتكلموا عن أخطر آية في القرآن تلاقي كل عالم الحاجة صحيح فمن أخطر الآيات في القرآن اسمع كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوا شفت بقى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي الطغيان في الأكل يجلب غضب الله وأن تهوي في جهنم الأكل الأكل لؤمة العيش عشان كده من أسباب أو من صفات أهل الجنة عفة في مطعم إن يبقى عفيف البطن عفيف الأسنان عفة في مطعم إن من أسباب استجابة الدعاء أطرب مطعمك تكون مستجابة الدعوة إن من أسباب القوة على العبادة أن تنظر إلى ما يدخل في بطنك مش عارف أقول لكم إيه عن زمننا تاني بعد ما تكلمنا الحلقة اللي فاتت عن هذا الزمان ودلوقتي بقول يعني بتكلم كلام واحد تعبان من الزمان إن إحنا في زمن أكل الحلال الصرف فيه صعب مش سهلة إنك تاكل حلال حلال اللؤمة الحلال ما بقتش سهلة وأخطر شيء في الحرام من نبت لحمه من حرام فالنار أولابة يبقى لما توكل زوجتك وأولادك من حرام مش سيطلعوا صالحي لأن النار أولابة هيروحوا النار هيروحوا النار هيروحوا النار إزاي لازم يبقوا عصاو مزنبين اللؤمة يا جماعة أكل العيش اللؤمة اللي أنت بتاكلها وبتوكلها لولادك وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه طعام من مفسدات القلوب ابن القيم بيقول إيه والمفسد له من ذلك نوعان ما يفسده لعينه وذاته كالمحرمات اللي يفسد القلب أكل الحرام وهي نوعان محرمات لحق الله كالميتة والدم ولحم الخنزير وذي الناب من السباع والمخلب من الطير ومحرمات لحق العباد كالمسروق والمغصوب والمنهوب وما أخذ بغير رضا صاحبه إما قهرا وإما حياء وتأثم يبقى الحرام نوعين الحرام لأن ربنا حرمه زي الميتة والدم ولحم الخنزير وما أخذ إلا لغير الله يبقى إنك لازم تنظر في اللحمة اللي انت بتاكلها نسمي عليها ولا لا لازم تتأكد من الحاجة اللي انت بتاكلها زي الشوكولاتة والأنواع الجبن المستوردة والحاجات دي فيها دهن خنزير ولا مفيهاش ما تستسهلش كده واشرب وخلاص اللي هي بتاع الشعير وبتاع خل وبتاع تحرّ تحرّ أكل الحلال